اهلا بكم مشاهدين الكرام في موجة اخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية انه تم الاستعداد من يوم الاثنين الماضي لاستقبال هذه النوة متابعا انه كان هناك تضافر في الجبود من قبل جميع المرافق والاجهزة تحت قيادة المحافظة واضاف نافع انه تم ابلاغهم من قبل هيئة الاصاد انه سيكون هناك تحسن في حالة التقصي والامتار ستكون متوسطة وعليه تم رفع حالة التوارئ ولم يتم تأجيل الدراس عقب الدكتور ريدا ابراهيم كبير اطباء الصدر بوزارة الصحة على التصريحات التي تتحدث عن بدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا وقال الدكتور ريدا ابراهيم ان الموجة الرابعة تنحصر بشكل كبير جدا وكذلك اعداد حالات الوفاء وذلك نتيجة لان الفيروس يصيب الجهاز التلفزي العلوي بشكل اكبر الى جانب انتشار اللقاحات بشكل كبير جدا على مستوى الممهورية وشدد على ضرورة تلقي جرعتين لقاح فيروس كورونا والحرص على تلقي الجرعة الثالثة لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة والفئات التي اوسط بها وزارة الصحة المصرية واوضح ان الجرعة الثالثة التنشيطية ليس بالضرورة ان تكون من نفس نوع الجرعتين اللذين سبق وانطلقاهما الشخص حذر الطاهر ابو هاجة مستشار القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من اياد خفية تعبث بامن السودان واستقراره وقال ابو هاجة في تصريحات نقلتها الانباء السودانية ان التظاهرات الحالية في البلاد لن توصل البلاد الى حل سياسي واضاف ان استمرار التظاهرات بطريقة الحالية واستنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد واهدار للطاقات والوقت فيما لا جدوى منه وتابع مستشار القائد الجيش السوداني قائلا هذه التظاهرات لن توصل البلاد الى حل سياسي التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الاوحد نحو استقرار السودان واتهم ابو هاجة ما وصفها بأياد خفية بالسعر لجاري البلاد نحو فوضى موضحا انها لا تريد انتخابات ولا ديمقراطية وانما تريد فترة انتقالية الى مال نهاية شهد حي الجمارك وسط الاسكندرية سقوط اجزاء من عقار خالب من السكان دون حدوث اي اصابات وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية وذكر حي الجمارك في بيان انه فور تلقيه بلاغا يفيد بسقوط اجزاء من العقار بمنطقة اللبان وجه على الفور الادارات المعنية بالحي لموقع الحدث بتعليمات لواء حسام الشيخ رئيس حي الجمارك وتبيننا بالمعينة سقوط اجزاء من العقار وهو خالب من السكان دون اصابات شيعا منذ قليل جنازة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الاسبق من مسجد صلاح الدين بالمنيل وحضرت الشيع بثمان الدكتور جابر عصفور حلمي نمنم وزير الثقافة الاسبق واناس عبدالدين وزيرة الثقافة وعدد من الكتاب والمثقفين شهدت أسعار الذهب اليوم استبتر ارتفاعا ملحوظا في أول ساعات العام الجديد وسجل عيار واحد وعشرين وهو الأكثر انتشارا نحو سبعمائة وثمانية وتسعين جنيها بينما سجل عيار ثمانية عشر نحو ستمائة وأربعة وثمانين جنيها وسجل سعر الذهب عيار أربعة وعشرين نحو تسعمائة واثني عشر جنيها بينما سجل سعر جنيه الذهب نحو ستة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانين جنيها إلى هنا ينتهي موجزنا مشاهدين الكرام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء